اشتركوا في القناة اليوم الاثنين الموافق العشرين من ديسمبر من العام 2021 وبرعاية الوسيط الأمثل والأفضل للتداول في الشرق الأوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة الذي تقدمها الشركة من خلال الروابط الموجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء قبل أن نبدأ فقرة التحليل الفني نذكر بأهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال الأسبوع ولها تأثير على حركة الأسعار وقت صدورها ويمكنكم الإطلاع عليها أخواني العزاء من خلال موقع الإلكتروني الظاهر أمامكم على الشاشة من قسم الأخبار الاقتصادية تستطيعون الإطلاع على الرزنامة الاقتصادية وجميع الأوقات الظاهرة أمامكم هي بتوقيت مكة المكرمة إذن أخواني العزاء نبتدأ بيوم الثلاثاء الموافق خبر الناتج الإجمالي المحلي وعلى الدولار الأمريكي أيضاً الناتج الإجمالي المحلي ومبيعات المنازل القائمة ثم يوم الخميس سوف يكون لدينا على الدولار الأمريكي بيانات مؤثرة وهي طلبات السلع المعمرة الأساسية وعلى الدولار الكندي الناتج الإجمالي المحلي ومن ثم مبيعات المنازل الجديدة على الدولار الأمريكي ويوم الجمعة الرابع والعشرين من ديسمبر سوف يكون هناك إغلاق للأسواق لأنه لدينا إجازة عيد الميلاد وثم الأسبوع الذي يليه سوف نشهد إجازات متعددة وسوف يكون هناك إغلاق للأسواق وافتتاح متأخر وقلة في السيولة وقد نشاهد ارتفاع في فروق الأسعار وأيضا قد نشاهد فجوات سعرية بسبب قلة السيولة وجني الأرباح وعطلات آخر السنة إذن أخواني العزاء هذا عمليا يعتبر آخر أسبوع قد نشاهد به حركات تداول منتظمة أما الأسبوع القادم يفضل التوقف عن التداول والاستمتاع بالإجازة الميلادية حتى نبتدأ في سنة قادمة جديدة وتبدأ الأمور تعود مجددا إلى وضعها الطبيعي إذن أخواني العزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار إندكس ونلاحظ أن مؤشر الدولار الأمريكي لا يزال يحاول التمسك بمكاسبه الذي حققها في الجلسات السابقة وثبات الأسعار أعلى مستوى 96.390 لا تزال تمنح مؤشر الدولار الأفضلية الإيجابية وذلك أيضا بثبات الأسعار أعلى المتوسطة المتحرك لمدة 55 يوم ولكن فعليا ومن ناحية فنية بحتة لن يستطيع مؤشر الدولار الأمريكي الانطلاق مجددا وتحقيق المزيد من المكاسب إلا باختراق مستوى 96.800 حين سوف نشاهد أهداف قد تصل لمستويات 97.400 وما دونها إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ أن زوج اليورو دولار حاليا يقترب من منطقة دعم هامة جدا وهي مستوى 1.12.380 والذي بكسرها سوف يزيد الضغط على اليورو ويمحو مكاسب اليورو ويهبط بالأسعار إلى مستوى 1.12.000 و1.11.650 ولكن شرط حقق هذا السيناريو هو كسر مستوى 1.12.380 أما فشل الكسر قد يخلق موجة تصحيحية صاعدة قد تبدأ بخلق تصحيحات في ظل وجود تشبعات شرائية على مؤشر التذبذب الستوكستيك قد نشاهد الانطلاق من مستويات التشبع البيعي نحو مستويات 1.12.900 و1.13.850 خلال الجلسات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار ونلاحظ أن زوج الباون دولار هو الآخر يتراجع ويمحو المكاسب الذي حققها الجينيل استرليني خلال الجلسات السابقة ويقترب حالياً الزوج من منطقة دعم هامة جداً وهي مستوى 1.31950 حيث أن كسر هذه المنطقة يمنح الأسعار ويمنح الدولار الأمريكي الضوء الأخضر لجني المزيد من المكاسب ووصول الأسعار إلى مستوى 1.31500 و1.31000 خلال التداولات المتوقعة خلال الأسبوع الحالي إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الياباني ونلاحظ أخواني العزاء أن زوج الدولار ين يقترب هو الآخر من منطقة دعم هامة جداً وهي مستوى 113.400 والذي بكسرها سوف يدخل الزوج تحت الضغوط البيعية ويهوي إلى مستوى 112.800 أما اختراق مستوى 113.750 قد يحرر الزوج من الضغوط البيعية ويعود للمسار الصاعد الفرعي مجدداً إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ونشاهد أن الزوج يحاول الاستمرار في تريند الفرعي الصاعد والذي إذا نجح باختراق مستوى 1.29.170 سوف نشاهد امتداد تحقيق المكاسب للدولار الأمريكي واستهداف مستوى 1.30.000 و1.3531 خلال الجلسات القادمة بشرط اختراق مستوى 1.29.170 ما لم يستطع السعر على اختراق قد نشاهد بعض من التحركات العرضية والتصحيحات الهابطة الذي قد تصل المستوى 1.28.000 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرانك السويسري وحتى اللحظة نشاهد أن الأسعار تحاول التحرر من الضغوط البيعية وإذا نجحت التداولات باختراق مستوى 0.9.350 وبناء مراكز جديدة أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم قد نشاهد محاولات خلق تريند فرعي صاعد يستهدف مستوى 0.9.823.700 خلال التداولات القادمة ويلغى السيناريو الإيجابي في حال تمكنت الأسعار من العودة مجددا أدنى المتوسط المتحرك فحينها سوف نعود للتريند الرئيس للهابط إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباونديان الملقب بالمجنون ونلاحظ أن زوج الباونديان حاليا يلامس منطقة دعم هامة جدا حيث أن مستوى 150.100 يعتبر دعم محوري هام جدا ويتعرض الزوج حاليا لضغوط بيعية من خلال تداولات ودون المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ولكن نتوقع خلال الساعات القادمة قد نشاهد بعض من التذبذبات العرضية ومحاولات تأكيد هذا الكسر حيث أننا نلاحظ وصول الأسعار على مؤشر تذبذب ستوكستيك إلى مستويات تشبعات في البيع من الممكن أن نشاهد بعض من التصحيحات ومحاولات تأكيد هذا الكسر فإذا نجح الأسعار بتأكيد كسر الدعم الماثل عند مستوى 150.100 سوف نشاهد المزيد من الخسائر للجني الإسترليني مقابل الين الياباني الذي قد تهوي بالأسعار إلى مستوى 108.750 وما دونها إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الإسترالي مقابل الدولار الأمريكي وهو الآخر أيضا يدلامس الدعم الهام الماثل عند مستوى 0.71.100 والذي إذا نجح بتأكيد هذا الكسر قد نشاهد امتداد للهبوط ونشاهد تكوين مكاسب جديدة للدولار الأمريكي ومشانها أن تهوي بالأسعار إلى مستوى 0.70.500 ولكن خلال الساعات القادمة قد نشاهد بعض من التصحيحات تطرأ يكون حاولات تأكيد الكسر وذلك بعد وصول الأسعار إلى مستويات شبعات بيعية على مؤشر تذبذب ستوك ستيك إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية وهناك العديد من التساؤلات حول هذا الزوج حيث أنه لا تزال تصلني العديد من الرسائل هل نبدأ في بيع الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية هل من هنا يحصل الإنهيار أخواني العزاء نحن دائما نتداول مع الاتجاه ولا نخالف الاتجاه ومن يرغب في التداول عكس الاتجاه العام وعكس التريند العام سوف تكون تداولاته محفوفة بالمخاطر بشكل عام وتكون جميع صفقاته هاي ريسك ويكون ذو مخاطر عالية إذن أخواني العزاء نتحدث من نظرة فنية بحتة حيث أن الزوج إذا ناجح باستكمال الاستقرار أعلى مستوى 16.94 سوف نشاهد امتداد المكاسب للدولار الأمريكي ليستهدف مستويات 17.5 ومستويات 18 كهدف أسبوعي منتظر على اللونغ تيرم ولكن شرط حقق هذه المستويات المذكورة هو الثبات أعلى مستوى 16.94 وفعليا لن نفكر ببيع هذا الزوج أبدا إلا بكسر مستوى 16.55 فحينها سوف نستهدف مستويات 16.25 ومستوى 25.80 وحتى إن كسر الزوج مستوى المحور الماثل عن مستوى 16.55 لا يزال يعتبر هذا الهبوط تصحيح ولكن حتى اللحظة لا يوحي مسار الزوج على أي هبوط قادم بل نشاهد أن هناك من الممكن أن نشاهد بعض من الصعود والمكاسب وبشكل عام حاليا زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية نشاهد أن الليرة التركية في وضع غير طبيعي وغير مستقر وهناك بعض التدخلات السياسية والاقتصادية تؤثر على حركة الزوج بشكل مباشر قد يؤثر على النظرة الفنية ولكن يجب الحذر من التداولات في هذا الزوج خلال الفترة الحالية ولكن حتى اللحظة نتحدث من نظرة فنية التحليل الفني يدعم النطاق الصاعد بحسب ما تحدثنا سابقا وسوف نتابع بإذن الله تعالى معكم تحديثات الزوج من خلال خدمة البرودكاست المجانية على الواتساب وعلى حسابي في سناب شات ومن خلال التحليل الفني اليومي على قناتي في اليوتيوب إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الكورونا السويدية ونلاحظ أن الزوج لا يزال يستمر بالتداولات في ظل القناة العرضية الذي يتداول ضمنها منذ الثالث والعشرين من نوفمبر السابق وحتى اللحظة إذا نجح الزوج باختراق مستوى 9.20 سوف نشاهد عودة المكاسب للدولار الأمريكي واستهداف مستوى 9.60 أما كسر مستوى 9 قد يلغي السيناريو العرضي ويدخل إلى الامتداد الهابط إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي وحتى اللحظة البيتكوين مع اقتراب نهاية العام يقترب من مستويات حاسمة جدا فهل سوف يكسر مستوى 46.300 دولار والذي يعبر عن نقطة المحور حيث أن كسر مستوى 46.300 دولار سوف يكلف البيتكوين الكثير وقد نشهد انهيار آخر لبيتكوين يستهدف مستوى 40.000 دولار و37.000 دولار ولكن شرط تحقق هذا الانهيار هو كسر مستوى 46.300 دولار أما الارتداد منه قد يعيد النظرة العرضية والتذبذب والتأرجح ما بين الدعم والمقاومة الواضح أمامكم على الرسم البياني إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي وها هو الريبل يحاول الانطلاق والتحرر من الضغوط البيعية وإذا نجح الريبل حتى اللحظة بتأكيد اختراق مستوى 90 سنت قد نشاهد جني المزيد من المكاسب للريبل والانطلاق نحو مستوى 1 دولار و1.10 سنت خلال التداولات القادمة وشرط تحقق السيناريو الإيجابي هو اختراق مستوى 90 سنت والثبات أعلىها إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب وهناك العديد من التساؤلات والاستفسارات حول مسار ملك الملاذات الآمنة الذهب وحتى اللحظة نتحدث من نقطة ومن محور ومن منطلق فني بحث حيث أن الذهب حاليا يتداول أعلى منطقة الدعم المحورية الماثلة مستوى 1789 دولار للأنصة الواحدة والذي يلتحم معها المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم من المتوقع والمرجح أن نشاهد تذبذبات عرضية ومحاولات لإنهاء التشبعات واستنفاذ التصحيحات لملك الملاذات الآمنة الذهب في ظل وصول الأسعار إلى مستويات تشبع شرائية على مؤشرات الأسكليتر ولكن حتى اللحظة ثبات الذهب أعلى مستوى 1789 دولار للأنصة الواحدة لا يزال يعزز النظرة الشرائية لتحقيق أهداف جديدة خلال هذه السنة قد تصل لمستوى 1820 دولار 1835 دولار 1860 دولار خلال التداولات القادمة بإذن الله تعالى وبشرط وحيد وهو ثبات التداولات أعلى مستوى 1789 والذي يلغى السيناريو الإيجابي بكسرها وتلغى الأهداف الذي تم تحديدها سلفا إذن أخوائي العزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونلاحظ أن الفضة هي الأخرى دخلت في مرحلة التصحيح وتحاول استجماع الزخم الإيجابي ولن نستطيع الحكم على الفضة بالإيجابية مجددا إلا بعودة الأسعار أعلى مستوى 22 دولار ونصف حينها سوف نؤكد إيجابية الفضة ونترك الهدف الماثل عند مستوى 23 دولار فاصل 20 سنت و23 دولار ونصف كأهداف منتظرة خلال التداولات القادمة خلال الفترة الحالية إذن أخوائي العزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونلاحظ النفط الخام قد افتتح بفجوات هابطة وحتى اللحظة يقترب من منطقة دعم هامة جدا وهي مستوى 67 دولار فاصل 70 سنت حيث أن كسر النفط الخام لهذا المستوى سوف يعمق ويكبت خسائر النفط الخام الذي قد تهوي بالأسعار إلى مستوى 66 دولار البرميلة الواحد و64 دولار على المدى المتوسط أي الأسبوعي خلال الأسبوع الحالي ولكن أخوائي العزاء من الممكن أن نشاهد محاولات الارتداد والتماسك أعلى مستوى الدعم الماثل عند مستوى 67 دولار فاصل 70 سنت والذي إذا نجحت الأسعار بالارتداد منها في ظل وصول الأسعار إلى مستوى التشبعات بيعية قد نشاهد محاولات إغلاق الفجوة السعرية ومحاولة اختراق مستوى 70 دولار ونصف والذي إذا نجح النفط الخام باختراقه قد ينهي الضغوط البيعية وينطلق إلى المسار الصائد مجددا إذن أخوائي العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي وهذا هو الغاز الطبيعي يعود مجددا إلى القناة العرضية الماثلة ما بين مستوى 3.60 و3.70 حيث أن كسر أو اختراق أحد أطراف هذه القناة سوف يحدد مصير الغاز الطبيعي خلال الشورت تيرم وخلال التداولات الأسبوعية لهذا الأسبوع إذن أخوائي العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداو جونز قائد السوق الأمريكي ونشهد بعض من التراجعات لمؤشر الداو جونز وإذا حتى اللحظة استمرت التداولات دون مستوى 35.2 قد نشاهد امتداد لبعض من التراجعات الذي قد تهوي بالأسعار إلى مستوى 34.440 وقد تصل مستوى الـ 34.000 على المدى الأسبوعي ولن يستطيع مؤشر الداو جونز إنهاء الضغوط البيعية إلا بعودة التداولات أعلى مستوى 35.600 إذن أخوائي العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني ونشاهد الافتتاحات بفجوات هابطة ولكن حتى اللحظة مؤشر الداكس الألماني لن يستطيع العودة للإيجابية والعودة للترند الرئيسي الصاعد إلا بعودة الأسعار أعلى مستوى 15.400 وإغلاق الفجوة السعرية أما استمرارية التداولات دون مستوى 15.400 قد تكلف مؤشر الداكس الكثير وقد تهوي به إلى مستوى 15.050 و14.550 إذن أخوائي العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الـ SP500 ونلاحظ أن المؤشر يقترب من منطقة دعم هامة جدا وهي 4.566 والذي بكسرها سوف تمتد خسائر الـ SP500 لتستهدف مستوى 4525 و4.480 خلال التداولات القادمة ولكن قد نشاهد بعض من الارتدادات ومحاولات التماسك في ظل وصول الأسعار إلى مستويات تشبعات بيعية على مؤشرات الاسكليتر بشكل عام إذن أخوائي العزاء الـ SP500 لن يستطيع التحرر من الضغوط البيعية إلا بعودة الأسعار أعلى مستوى 4.625 إذن أخوائي العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونلاحظ أن مؤشر النازدك حتى اللحظة يتداول تحت الضغوط البيعية وذلك باستمرارية الأسعار أدنى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وأدنى مستوى الـ 15.990 وحتى اللحظة يقترب من منطقة دعم ثانوية ماثلة عن مستوى الـ 15.670 والماثلة بالخط الأحمر المتقطع حيث أن كسر هذا الدعم سوف يكلف النازدك الكثير ويهوي به إلى مستوى 15.400 و15.100 وقد يصل إلى مستويات 14.800 على اللونغ تيرم ولن ينهى ويستطيع إنهاء النظرة السلبية والتحرر من الضغوط البيعية إلا بعودة الأسعار أعلى مستوى الـ 15.990 إذن أخواني العزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني الأسبوعية أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله